زيادة نسبة السموم والأمراض نتيجة تلوث روافد الأنهار وتراكم التجاوزات على ظفافها وكشف نيابي عن توقف محطات المياه الثقيلة عن العمل معلومات رفضتها مديرية مجار البصرة بقراءة تنفيذية على أرض الواقع باستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية نؤكد أنها محطات أمطار التي تصب الأنهر والمبازل إلى هذا الخط وكذلك محطات المجار الثقيلة القريبة من هذه الخطوط والتي تعاني مشكلة في طفح الخطوط الناقلة القديمة جميع الأنهر والمبازل توجد تجاوزات على كتفي الأنهار أو المبازل بحيث تصعب كريهة وهذه الدور بالآلاف ومجارها الثقيلة مصلطة بمصورة مباشرة على هذه الأنهر وإضافة لتعقيب مديرية مجار البصرة يرى المواطن البصري بأن التقصير الحكومي ليس سبب الوحيد بقتل نظافة مياه البصرة فيضاف له عدم إحساس المواطن بالمسؤولية تجاه أرضه وتيقنه بعدم وجود عقوبة رادعة ما دفعه ذلك للتجاوز بأساليب وصلت لاستخدام العبارات الدينية مدخلاً للاستيلاء على الأراضي وفتح مياه التصريفي على الأنهار مواطن بالعراق عموماً يعيش لا مبالاة يعني فوضوي هو أساساً فوضوي يعني ما يهتم لا بجانب النظافة ولا غير ليش لأنه الدولة للأسف ماكو قوانين رادعة وبقت أنه حتى البلدية عمها الفساد وكل المؤسسات السحالية بالدولة عمها الفساد هذا نعكس على المواطن والتصرفات ثقة المواطن بعدم وجود رادع قانوني يجعله يتجاوز على الثروة المائية وكذلك إهمال الجهات الحكومية لمهامها في هذه الأماكن أوصل الحال لهذه الصورة من البصر أركان تقي قناة التخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر